الفصل الرابع الزحف على ترابلس من قصة عقب بن نافع اعداد استاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل بان عمر بن العاص ما كانش هدفه الاكتفاء بفتح برقة وحدها وانما كان بيتطلع عمر بن العاص الى فتح البلاد حتى يصل لافريقية وينشر تعاليم الاسلام فيها فمش مجرد الاكتفاء بفتح مدينة لا هو عايز يوصل كمان الى افريقية وينشر تعاليم الاسلام فيها وفي كل الاراضي اللي توصلوا لافريقية افريقية هي الاسم الذي يطلق في ذلك الزمان علم ما يعرف بتونس اليوم فدولة تونس اليوم تعرف باسم افريقية في ذلك العصر مهمة فتح افريقية كانت مهمة صعبة ده بسبب ان الجيش الاسلامي كان قدامه مساحات واسعة من الاراضي اللي بيقيم فيها الروم والبربر محتاج لانه يفتحها والروم والبربر المقيمين في الاراضي دي كانوا معروفين بالشجاعة في الحروب وعدم الاستسلام الا مرغمين وعمر ابن العاص كان يعرف الكلام ده لانه كان لا يخشى اقتحام الاخوال ولا يهاب ملاقات الشدائد وده بسبب طول تمرسه بالحروب بالاضافة لكثرة المعارك التي خضاها امر عمر ابن العاص بالزحف على مدينة ترابلوس وكان الاستلاء عليها صعب بسبب ما تتصف به المدينة من الاسوار العالية والحصون المنيعة حصا اهل ترابلوس في مدينتهم بعد معلمهم بما حدث في برقة وحصرهم عمر ابن العاص وده من الحصار لمدة شهر دون اقتحام المدينة ولكن حدث حدث غير متوقع ولم يتوقعه اهل ترابلوس وهو انحصار الماء عن الشاطئ في ايام الجزر وده سمح للجيش الاسلامي بانه يتمكن من دخول ترابلوس من جهة الشاطئ بعد انحصار الماء عنه وجفافه وامكان السير عليه تدفق الجيش الاسلامي على المدينة من جهة الشاطئ وما لبث ان فتاحها واوقع باهلها اقصى هزيمة وفر عدد كبير منهم في السفن التجارية الراسية على الشاطئ اول عمل عملوا المسلمين في مدينة ترابلوس هو بناء مسجد وسموهم مسجد عمر ويقال ان مسجد احمد القرمنلي بني على انقاض مسجد عمر ابن العاص لم يكتفي عمر ابن العاص بفتح ترابلوس ولكن ارد السيطرة على القبائل المقيمة داخل الصحراء وعدم الاكتفاء بفتح برقة وترابلوس وده علشان ما تهبش منها الهجمات على المدينتين الكبيرتين برقة وترابلوس نهاية الفصل ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة اشتركوا في القناة